وهذا المعنى الكلي هو ما يسمى في العلوم الإنسانية منذ دلتاي طبعا المتوفى سنة 1900 و11 بالرؤية إلى العالم أو رؤية العالم طبعا دلتاي هنا قدم تمييزا بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية فقال أن البرادايم الذي يتحكم بالعلوم الطبيعية ليس بالضرورة أن يتحكم بالعلوم الإنسانية لأن العلوم الإنسانية محكومة ببرادايم آخر وهو أن كينونة الإنسان لا تتحقق إلا بالمعنى والمجتمع لا يتحقق إلا بالمعنى الكلي مجتمع محكوم بالرؤية إلى العالم وكأن الرؤية إلى العالم هنا بمثابة الجغرافية التي يوجد فيها مجتمع من المجتمعات والأرض التي يوجد فيها مجتمع من المجتمعات ما في مجتمع مبعثر مثلا كذلك الرؤية إلى العالم هي عبارة عن نسيج هذا النسيج عميق قيق يحقق هذا الترابط ويكون هذه الهوية الجمعية لجماعة معينة ولمجتمع معين كما أنه لا يوجد مجتمع بلا أرض وجغرافية لا يوجد مجتمع أيضا بلا رؤية كلية للعالم وبلا رؤية مشتركة رؤية عامة نجدها لذاك كل أفراد وهذا ما عبر عنه هيكل بالروح الواحدة أو روح العصر وكما يقول أحد المختصين بهيكل يقول أنه هذه الروح الواحدة أو المبدأ الواحد يعبر عن نفسه متجليا في السياسة في الدين في الفن في الأخلاق في الآداب في الفنون في الحرف في التجارة في الصناعة وكل هذه الأشياء تمثل أغصان لشجرة واحدة هي المعنى الكلي وهو الرؤية إلى العالم اللي تمثل لترتسم بها صورة مجتمع من المجتمعات ما هي مصادر هذه الرؤية للعالم؟ الرؤية الكلية للعالم طبعا الأفضل التعبير بالرؤية للوجود لأنه العالم أحيانا ينصر في الذهن إلى العالم الطبيعي حدود الطبيعة وإن كان أنا أقصده هنا وأيضا كما رأيت هذا المصطلح مستخدم كثيرا عما هو مادي أو ميتافيزيقي ويمثل أيضا ما يقابل الوجود بالمعنى الفلسفي اللي هو يشمل الوجود الواجب والوجود الممكن مصادر الرؤية للعالم ما هي؟ مصادر الرؤية للعالم متعددة ومتنوعة اللي تكون هذا الرؤية الكلية أو هذا المعنى الكلي الذي تتوحد فيه الهوية الجمعية للمجتمع الأساطير، الملاحم، الأديان والمعتقدات الأيدولوجيات، الفلسفات، الآداب والفنون العلوم والمعارف وأهم ما يغذي هذا المعنى هو الأساطير والمعتقدات والأديان طبعا تتنوع الرؤية هذه الكلية للعالم بحسب مصادر إلهامها متارة أن تكون رؤية أسطورية ومرة تكون رؤية دينية ومرة تكون رؤية أيديولوجية كالرؤية الماركسية مثلا للعالم ومرة تكون فلسفية أو علمية كما هي الرؤية التي سادت في عصر الإيمان بالعلم والإيمان بالتقدم وتحول إلى سردية كبرى بتعبير اليوتار في منذ القرن التاسع عشر هذا تحول أيضا إلى معنى كلي أو رؤية كلية للعالم طبعا تتغلب رؤية كلية للعالم لكن لا يعني ذلك اختفاء أيضا المصادر الإلهام الأخرى الآن مع كل هذا التطور اللي حدث في المجتمعات الحديثة مجتمعات الغربية مع كل هذا ما زال ما زالت تحضر الأسطورة بتمثلات خفية ومعلنة أحيانا لكن لا بمعنى الأسطورة التي كانت مثلا في العصور القديمة طبعا كما يقول علماء الميثيولوجيا هذا الكلام فإذن تتغلب رؤية لكنها لا تنفي وجود الرؤى الأخرى لا تختزل كلها كلها في رؤية واحدة هناك علاقة جدلية بين الرؤية للعالم وأعني بالعلاقة الجدلية هي علاقة أثر وتأثير وبين علم الكلام لأن علم الكلام هو الذي يصنع الاعتقاد والاعتقاد هو مصدر من مصادر الإلهام الأساسية للرؤية للعالم خصوصا في المجتمعات التي تتغلب عليها الرؤية للعالم الدينية مجتمعات عالم الإسلام عادة مجتمعات الرؤية التي تسود فيها هي الرؤية الدينية ترجمة نانسي قنقر